اشتركوا في القناة اجازا عن سين تنفيذ الخطط التطويرية لبرامج الكلية الملكية للقيادة والاركان والدفاع الوطني والتي ظهر اثرها على مخرجات الكلية وجودة التدريب العسكري الراقي فيها انا في الحقيقة تمتعت بهذا النوع من المعلومات اللي عرضتوها عن الحرب الغير نظامية وهذا النوع يمكن انا لاحظت ملاحظة في جانب قانوني واعلامي يجب ان يدخل دائما في التقييم كمحور رئيسي في بعض المصائد تضعها بعض القوى للقوات النظامية اللي تقوم بهذه الحرب بعضها اعلامي وبعضها قانوني وهذا تحتاج الى نوع من البحث ايضا يعني الضوابط والتعليمات مساعدة للقائد او ضابط الركن في حالة تنفيذ هذا النوع من العمليات ففي الحروب هذه الغير نظامية المجموعات البشرية اللي تعامل معهم والانسان لازم ضابط الركن او القائد يعرف مين يرسم هذا الخط بين المقاتل الجندي النظامي والضابط فهذا النوع من التشريع اذا ان شاء الله يعني اكتمل في قواتنا المسلحة في دول مجلس التعاون يساعدنا احنا في يعني يمكن مرونة العمليات العسكرية في التعامل مع التهديد الناحية الثانية الناحية العلامية الناحية العلامية ايضا تحتاج الى نوع من اعادة النظر في طريقة التعامل مع الاعلام يعني الاعلام العسكري لازم يكون اقوى شوي في الميدان ما نعتمد على الاعلام المدني مثل ما هو مغطي الان الاحداث ووصول المعلومة احيانا الى الرأي العام العالمي دائما اذا تلاحظونها يوصلونها بالغلط يخلون احنا قواتنا احنا اللي غلطنا وهم اللي غلطانين فالجانب الاعلامي ايضا مهم الجانب الاعلامي العسكري لازم يكون بمستوى احترافي يوصل وينقل الصورة الصحيحة مهب للمواطنين اللي فقط اللي موجودين لا حتى الى اهالي العسكريين والى العالم الاخر يعني وسائل العلام اليوم في الاخبار وسائل التواصل الاجتماعية احيانا توصل الخبر قبل ان تطلع فيه بيان كعسكري فلازم يكون الاعلام العسكري يسبق ذي المجموعة مهم ما ياخذ الى الخبر واصل والله بلاده قبل وهو يمكن مصاب ويدرون عنه هلا ايضا وهو لا يحمى طلع فيه خبر من الاعلام العسكري فالجانب الاعلامي ايضا اليوم مع هذا الاسلوب الحديث في الحروب ان كانت غير نظامية او حروب نظامية بس اغلبها يعني اليوم ان شاء الله يعني هذه الدروس في دروس كثيرة مستفادة من هذه النوع من الحروب بس انا اركز على هذه النقطتين انا متأكد ان الاخوان ناقشوها وهذا العسكري لازم يستعد له بكل الوسائل ان كان في التدريب او مثل ما ذكروا الاخوان في تجهيز القوات او في النواحي القانونية او في النواحي الاعلامية او النفسية يعني في اي مجال الانسان يحضر نفسه للدخول في هذا النوع من الحروب فهتم ان شاء الله هي بحوثكم ان هي تستمر وخلال الزيارة رأس صاحب المعالي القائد العام اجتماع المجلس الاعلى للكلية الملكية للقيادة والاركان والدفاع الوطني والذي عقد في مبنى الكلية واضح معاليه ان مسيرة قوى الدفاع البحرين في ظل الرعاية الدائمة والاهتمام الكبير والتوجهة السديدة من قبل حضرة صاحب الجلالة عهل البلاد المفدل قائد الاعلى حفظه الله ورعا قد تحقق بفضلها العديد من الانجازات الكبيرة على المستويين القتالي والاداري وكان لتلك التوجهات اكبر الاثر فيما وصلت اليه قوة الدفاع من مستويات عالية في نظومها القتالية والادارية مشيرا معاليه لان قوة دفاع البحرين تسعى باستمرار بكل جهد نحو تنفيذ عملية التطوير والتحديث لمختلف المناهج العلمية في شتى الصروح التدريبية العسكرية الى جانب الاهتمام برفض تلك الصروح بالعنصر البشرية المؤهل والقادر على تنفيذ تلك المناهج والبرامج بكل كفاءة واقتدار اكد معاليه اهمية الدور الذي تقوم به القلية الملكية للقيادة والاركان والدفاع الوطني في مجال التعليم العسكري العالي والذي يرمي الى اعداد ضباط مسلحين بكفاءة بكفاءة متطلبات القيادة العسكرية المعاصرة على المستوى الاستراتيجي والذي بدوره سينعكس اثاره الايجابي على عمليات تنفيذ الواجبات لمختلف اسلحة ووحدة قوة دفاع البحرين متمنيا معاليه للقائمين على الكلية الملكية للقيادة والاركان والدفاع الوطني التوفيق والسداد وتحقيق كافة الاهداف المتعلقة بالبرامج التدريبية والمرتبطة بالشؤون الدراسية سواء النظرية او العملية الخاصة ببرامج شهادة الدفاع الوطني